أيام قليلة مضت منذ إغلاق منفذ الوديع الحدودي مع السعودية بشكل كامل ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تسرب فيروس كورونا إلى الداخل اليمني لتعيد الحكومة فتح المنفذ أمام حركة مرور ناقلة الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية مع بقائه مغلقا أمام حركة الأفراد حتى إشعار آخر فتح المنفذ مجددا بقدر ما مثل فرصة لإدخال المواد الغذائية والضرورية لليمن أثار تخوفات المواطنين خصوصا بعد تأكد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر بمحافظة حضر موت وتبرر الحكومة فتح المنفذ الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتدفق المنتجات من دول الخليج بحاجة السوق المحلية لأصناف من المواد الغذائية التي يتم استرادها خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك لكن تلك التبريرات لم تزل المخاوفة خصوصا في ظل تعامل الحكومة الهزيل مع الجائحة 32 ألف مسافر غادروا السعودية منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد أن تم إجراء الفحوصات الاحترازية لهم عبر منفذ الوديعة الذي أغلق في وجه حركة التنقل بموجب القرار الذي اتخذت السلطات السعودية وبينما خوف المواطنين من جائحة كورونا وحاجة الأسواق لمزيد من السلع والبضائع قبيل شهر رمضان يبقى السؤال الذي يفرض نفسه عن الدور الحكومي الذي لا يزال غائبا عن حماية الوطن من تفشي هذا القاتل الخفي الذي أصبح يمثل خطرا عالميا خصوصا في ظل انهيار القطاع الصحي في اليمن وانهيار الوضع الاقتصادي واستمرار انقطاع المرتبات حتى بات المواطن عاجزا عن توفير أبسط مقومات الحياة ووسائل السلامة